بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا تلقى رأس النظام السوري بشار الأسد عددا من الاتصالات من رؤساء دول عربية واجنبية غير غربية كان أبرزها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فيما زاره في دمشق وزير خارجيته سامح شكري وكذلك فعل وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي واستقبل الأسد أيضا وفدا برلمانيا عربيا فيما رفعت تونس تمثيلها الدبلوماسي مع النظام بعد قطيعة استمرت أكثر من عشرة أعوام ما اعتبر تهافتا نحو الأسد الولايات المتحدة رصدت هذا التهافت وجاء ردها على لسان كبير النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريتش الذي قال إن موجة الانفتاح الأخيرة على نظام بشار الأسد لن تفيد شركاء أمريكا من العرب ولن يكون من شأنها إلا فتح الباب لعقوبات أمريكية محتملة كما قر مجلس النواب بالأغلبية الساحقة مشروع قانون يهدف لمراقبة آلية إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال ومنع النظام السوري من استغلالها وعلى وقع محاولة الأسد الاحتماء بالكارثة لرفع العقوبات عنه والعودة للحاضنة الدولية والإفلات من العقاب أكدت بنود مشروع القانون الذي من المقرر أن تتم مناقشته لاحقا في مجلس الشيوخ على تطبيق قانون قيصر للعقوبات ويطلب مشروع القانون من الإدارة الأمريكية أن تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة بما في ذلك عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن لفتح جميع المعابر بين سوريا وتركيا لإدخال المساعدات الأممية كما يندد بمحاولات الأسد استغلال الكارثة للإفلات من الحساب ومن الضغط الدولي وبعرقلته إدخال المساعدات من جميع المعابر كما يتضمن القانون دعم جهود الاستجابة لمنظمات الإغاثة والإنقاذ في شمال غربي سوريا أي مناطق سيطرة المعارضة وعلى رأسها منظمة الخوذ البيضاء وتقديم مزيد من المعونات للسوري ويحتاج مشروع القانون للمرور من غرفة الشيوخ في الكونغرس قبل مصادقة الرئيس جو بايدن عليه ليكون فاعلا ويغلب التفاؤل على مرور القانون من غرفة الشيوخ بسبب التوافق الكبير بين القزبين علي اشتركوا في القناة